موسيقى بخاف تموت ماما وأنا مش أم إمتى صرتي هاي الصبية المجنونة؟ لأول مرة بختار رهف فينا واحدة زواج ومن بعضه طلع كنت أحس إنه وإنه سوري الأمان بس يعبطني تجربتك مع نادية الزيابي يستفزني نجاحها ياها بلشنا تنمر أغلطنا واعتذرنا ونظلمنا بعض راحاً على نهاية دخل الإعلامية بعد هالأزمة رهف صوالحة مذيعة متزينة هادئة على الشاشة ومجنونة بالحياة مئة بالمئة رهف مشوار إعلامي بيمتد لخمسة عشر سنة يعني فينا نوصفه بالإتزان والهدوء بس اليوم راح نغوص شوي أكتر بشخصية رهف المشاغبة ونكتشفها شوي مع بعض أول مرة جاهزة؟ يعني ما بتصدقوا الوجه الجميل والحلو والأناقة أول مرة بخاف من الأناقة والجمال بحياتي أنا بحب الستة الحلوة بس اليوم أنا هبة مقلقتني للأمانة بس أنا راح أكون معك واضحة يعني يا مطلع أصحاب اليوم إن شاء الله يا ما بعرف لا لا أصحاب يا مطلع بتريدي عليك لا أصحاب أصحاب دائما وأمدا وجاهزة أحكي لك شو ما بدك رهف حبيبتي خليني أبدأ معك من منطقة بتحكي كتير فيها على الشاشة اللي هي المواضيع اللي بتثيري الجدل فيها من خلال آرائك عن الرجل ليه بيقولوا عنك عدوة الرجل رهف؟ ما بعرف إذا هذا المصطلح دقيق لا بالعكس أنا مش عدوة الرجل بس أنا عدوة بعض سلوكيات الرجال فبحث أنه البنات انتبهت أنه البنات كتير بحاجة ل يعني وعي تواعيهم حول بعض المشاكل بعض التحديات يعني صرت عم بحس بالأول لما بديت ما كان الموضوع مقصود بس بعد ما صرتك أنشر فيديوز تخص موضوع العلاقات بشكل عام بلاش نقول رجل بس كأنه أنا عدوة الرجال يعني أحكي عن العلاقات العاطفية صرت عم بلاحظ قدي في بنات بيبعثوا لي ميسجز أنه أنت لفت نظري لنقطة مهمة أو مثلا واحدة مرة قاعدة بمطعم بتقول لي أنا جوز جوزي بسبب اللي أنت قلتي فهون انتباهت على حالي أنه أهلا الموضوع يعني حملوني مسئولية أنه أكون كريم على هيك بس أو أنه ترند أكيد لأنه ترند يعني بما أنه إشي زبط معك وحسيت أنه حسيت أنه الناس حبتني بهذا الستايل طبعا ليش لأ بالنهاية كلنا منحب أن ننتشر ونكون معروفين بس أنا ما بحكي إشي ضد ضميري يعني عمري ما حكيت إشي ما بقدر مستحيل مستحيل أنه أحكي إشي مش مصدقته أو مش حاسسته عشان يصير ترند حلو بس مسئولية كبيرة كمان بنفس الوقت مثل ما قلتي هلأ أنه واحدة قالت لك أنا تزوجت بسبب اللي أنت 100% يمكن واحدة كمان تطلق بسبب اللي أنت صح كيف تتعاطي اليوم مع هذا النوع من المسئولية؟ شوفي بحاول قد ما بقدر أني أكون أول إشي قرأ منيحا أي موضوع بدي أحكي عنه بعمل إعداد كتير خلينا نقول ناضج وعميق عشان زي ما قلتي هاي مسئولية وبحاول مرات أكون كمان موضوعية يعني بحاول مرات بقولهم أنه أنا اللي عم بحكي لكم أنا نفسي ما بعرف أطبقه يعني عشان هم ما يحسوا أنه يا الله رهف شو بتفهم يا الله لا رهف يعني بتعرف تحكي هذا الحكي بس مش بالضرورة تكون بتعرف تطبقه باب النجار مخلوع باب النجار كتير مخلع مش مخلوعة طب أنت والرجل رهف كيف شكل العلاقة أنا بحب الحب كتير وبحب الاستقرار وبحب الشراكة وبحب أنه أعمل عائلة وأحب شخص يعني من كل قلبي وأنا يعني بقول بثقة أنه أنا بأي علاقة عاطفية كنت فيها أنا حبيت من قلبي وعطيت من قلبي ودائماً بيضل فيه احترام حتى لو بتنتهي العلاقة بتحبي بتحسي حالك أكتر من الطرف الثاني؟ هذا ممكن يكون عطائك زيادة عطائك زيادة صح ممكن عطائك زيادة اهتمام زيادة بس بنفس الوقت مش بعطي فرص كتيرة ما حان الوقت طيب تتعلمين؟ حان الوقت صح معاك حان طبعاً حان الوقت متحان الوقت انك تتعلمي يا رهف صح وبتعرف يجغلي هاي السنة ما دم عارفة انه انتي السبب يعني انتي لعب تدلليون زيادة يا رهف تدللهم زيادة وبتعرفي بس ايش اللي الغريب بشخصيتي انه انا زي ما قلتي بالبداية بيكون الهدوء كله والحب كله والأدب كله الفصلة لما بتصير ما بارف ايش بصير عندي هم بيكونوا تقلمين شخص تاني؟ بنسحب بس بنسحب انسحاب ما بيفهمه الرجل لانه مش معقول عاصفة؟ عاصفة يعني هم شو بيكونوا نقطة وره نقطة وره نقطة وره نقطة هو مفكر انه انا نسيت او انا خلاص صالحني بلحظة بتصير هاي الفصلة لانه ما بحكي اول باول ولانه ما بعبر عن زعلي بمشي كتير بمشي كتير بس بعدين بتيجي هاي الفصلة وهم ما بيستوعبوا يعني الرجل بيكون شعوره طب خطير هالطبع كمان اه وانا هيك حتى بكل علاقاتي حتى بصداقاتي فما عاصفة مرأتي فيها من هذا النوع تنتين تلاتة ومرأة مع صديقة مرأة مع صديقة اختياراتي مدمرة حياتي اديش ينطبق عليك هذا المسلا كتير غنت هاي الاغنية وكتير يعني مثلا ماما غنت ليها وكتير صاحباتي غنوا ليها بعدين اكتشافت اكتشاف الأسبوع الماضي صراحة انا هاي السنة كتير عم بفكر عم بشلتي لي حانا وقت ان تتعلمي فانا كتير هيك عم بقعد مع حالي وعم بفكر بكل شي بحياتي هاي الاغنية لما انت هيك تتبنيها وبعرف قدي الصبايا هيك كل واحدة صرنا كلنا عم نغني هاي الاغنية تظلمي حالك كتير عم تكوني آسي على حالك طب ما احنا نخلقنا عشان نجرب ونغلط المهم نعرف نصوّب الأخطاء المهم انه يعني ما توقع الفاس بالراس وانا الحمدلله ما هو يعطي الفاس بالراس انا بعتبر انه بالنهاية المشاعر الحلوة والمشاعر الصادقة مهمة بحياتنا طلعت راحت يعني ذاتس لايف طبعا انا نو جوجمنت يعني ايوه تفاكرا انه انا كنت عم بلصحك انه انا متعلم من أخطائي ما تفهميني غلط انا بدي استضيفك بشي حلقة نسمع عن اختياراتك سنة واحدة زواج ومن بعضه طلاق نعم شو اللي صار راحت ليه الطلاق السريع شوفي انا ما بحب احكي عن موضوع الطلاق الناس يمكن بتفكر انه انا بس تحي من موضوع الطلاق انا ما بخجل بطلاقي ابدا بفتخر بزواجي وبفتخر بطلاقي بس انا ما بحب احكي بهذا الموضوع لانه الموضوع ما بيخصني لحالي طيب نحنا منسهل عليك اوكي منعطيك خيارين هو كان سوء اختيار ولا عدم اتفاق ولا عدم اتفاق توافق يعني لما عشتوا تحت سقف واحد شوفي حسيتوا حالكم ما لكم متفاهمين ولا حسيتوا انك تسرعتي بخيارك لا الاسباب اللي خلتني انا اختار بشار وبشار يختارني كزوجة وانا اختاره كزوج كانت صحيحة ولليوم يعني انا حبيته لانه هو شخص كريم هو شخص متقف هو شخص متعلم شخص عنده هيك افكار وحلوة يعني بيئته حلوة كتير كل شي شفته فيه هو صح وما ما تخيب املي ابدا بس احنا كزوجين ما زبطنا للاسف مع انه هو انسان رائع وانا دائما بوصفه بالنبل ويمكن انت تسأليني اذا كل هاي الصفات الحلوة ليش طلقتي اذا هيك للاسف الناس بقدروا يكونوا اصدقاء بس الزواج موضوع مختلف كان في حب كان في حب كان في حب حب شوفي بصير اسميلك مش الحب اللي انا بفهمه انا من النوع اللي اول ما اشوف شخص اذا هيك باترفلايز باترفلايز وبتصير اه ومعدي تك قال قال هذا تلبك معي حبيبتي مش حب بغصة بس بصوتك وانت عم تحكي عن الموضوع طبعا طبعا انا بالنسبة لي بسميه فشل لانه طبعا لانه انا بحياتي مش لانه الطلاق فشل ولا لانه الطلاق عيب مش لانه احنا التنين استثمرنا وهلينا استثمروا وزعلناهم يعني لا شك وانا يعني هاي بعتذر منه يعني اذا اذا فيه ايش كان بقدر اعمله وما عملته بالمجتمع العربي بيقولوا انه الطلاق بيكسر المرأة انت مع هذا الكلام؟ لا حتى لو كان قرارا يعني دائما المجتمع بيقولوا الطلاق الا ما يأثر على المرأة مجتمع العربي انا الطلاق بحالتي مع كل شيء قلتلك يا كان من اهم القرارات اللي اخدتها بحياتي لانه انا بالطلاق لأول مرة بختار رهف بال36 سنة دايما حط الناس قبلي انا لأول مرة بختار رهف وسعادة رهف وحرية رهف فانا طلعت مني قوة وشجاعة انا نفسي ما كنت اعرفها قررتي تحبي حالك اكتر من بعدها قررت احب حالي هلأ شوفي الطلاق انا دائما بشبهه كيف في البلندر الخلاط الكهربائي بعد الطلاق انتي بتكوني كل يوم بحالة مزاجية ما بتعرفي ليه بتبكي ما بتعرفي ليه بتزعلي ما بتعرفي ليه بتعصبي ما بتعرفي ليه بتغضبي ما بتعرفي ليه اليوم بتصحي رائقة دائما بقول لاي امرأة طبيعي طبيعي وخدي كل وقتك لا تتعافي لا تتخطي بس النصيحة انه التعافي هو مش بالقفز على علاقة تانية لتثبتي لنفسي انه انا حلوة ومطلوبة وانا رح ارجع اجوز وهذا الطلاق ما كسرني ما تكذبي ع حالك عيشي عيشي الحزن انت بتعافي بالحب كنت اه بتعافي بالحب الحب ببسطني وبيبعدني عن السترس والشغل والقلق بسير شايف الدنيا كلها احلى بس مؤخرا صرت عم بفكر انه هاي النظرية غلط لانه لو كانت صح لو اللي كنت عم بعمله صح كان انا اليوم ما بكون هون يعني النتيجة مش مظبوطة عم بحكي من الناحية العاطفية فبالتالي كم مرة انكسر قلبك؟ مرتين بعد طلاق كم مرة؟ مم ليه ما ضبطت؟ مش قلنا اتعلمت يا رهف؟ هلأ بدي اتعلم هلأ قرر هلأ بدي اتعلم استطدقيني السنة الجاي بقولك شو صار معي متأكدة متأكدة خلص متأكدة وعدتيا لرهف؟ وعدتها لرهف وعدتها لرهف وانا هلأ حاليا ما بدي حب شو بدك؟ بدي شغل وبدي رهف تكون مبسوطة بدون حب بس انتي حققتي ذاتك قردي بالشغل لا لسه طموحي كتير كبير هو اكيد طموحك كتير كبير بس انتي بمرحلة من النجاح حمد الله حمد الله I want to build on that يعني انا حاسة انه فعلا هاي المرحلة مهمة مختلفة حاسة انه انا عم بلاقي هوية اعلامية مش بس بحدود الوطن بحدود بلدي الاردن عم بحس انه في انتشار عربيا فبدي اركز على ولانه شوفي النجاح والانجاز والانتاجية انا بيعطوني سعادة غامرة هذا اللي صرت عم بقولك انه انا عم برائب حالي عم برائب حالي بيأبسط تفاصيل لما انا بقعد مع هيبة شو عم بحس بروح مبسوطة ولا مش مبسوطة شو حاسة مبسوطة كتير في حدا بيشوفها الحلاوة وما بينبسط يا هيبة يا حبيبتي انت وهدا مش عفكرة مش مديح ما هو عم بقولك انا ما عم بحاول ارشيكي بكلامي الحلو اخدتي قرار انك ترتبتي هالسنة ما اللي عم تقولي قلت انا رح ارتبط هالسنة في حدا على العين انا قلت اني رح ارتبط هاي السنة انا اسمعت هاي السنة انا قلت اه بحس اني ممكن ارتبط على السبعة وثلاثين انا ستة وثلاثين السبشر تسعى بصير سبعة وثلاثين يعني هالسنة اه بس ما في حدا بحياتي ما في حدا الحب قرار ولا قدر لا قدر حب قدر الزواج قرار والطلاق قرار بس الحب قدر انتي قدرك شو حلو اكيد حمد الله حمد الله مرة عملوا دراسة انك ممكن تختار مواصفات ابنك شكلا وشخصية اذا قالوا لك فيك تختاري مواصفات ابنك شو بيكونوا حبيبي شو بيكون بحبه يكون انسان صادق وبحب انه يكون عنده اخلاق شكلك بتعرفي الدراسة لا والله منك اول مرة بسمعها بحبه يكون صادق وبحبه يكون عنده هلأ افهمت لا الاشياء رح احكيها رح تكون صفاتي لا اوكي اكملك بحبه يكون صادق وبحبه يكون عنده اخلاق ومبادئ وبحبه يكون كريم بكل اشي كريم عحاله وعالناس كريم بمشاعره بحبه يكون قلبه نظيف كمان نقي يحاول قدما بيقدر انه الدنيا ما توصخه ويضله دائما محافظ على البراءة اللي منه هو بيبي لا يكبر لانه هاي البراءة حلوة شكلك كيف تحبيك وشكلك هل بتعرفي انا اذا بيخيروني يعني انا عم نحكي دراسات وخيال علمي لو بيخيروني انه بدك اذا عندي طفل واحد بحبه يكون بنت بحب بحب اشوف هاي المرأة كيف تتكون غريب لانه نفس واذا كان صبي واذا كان صبي حبيب قلبي طبعا يعني كيف شكله كيف شكله عم حل شخصيتك بحب يكون شعره كيرلي شوي هيك فاتح عشقار ويجي جبينه اصغر من جبيني شوي رهف بلشنا تنمر تنمر ع حالنا جبتي لا هيك عجبدي اضحكك بحب العيون الملونة كتير بحب العيون الملونة بحسهم هيك بيعطوا جمال وما بحب المناخين الكبيرة فيكون هيك منخار وكب صغير وشو كمان بس رهف بحب قلك انه بحسب الدراسة هاي مواصفات شريكة كانت بتتمني صح صح اتليست يمكن اكتر الفيزيكال لا مش الفيزيكال ايه لما قلت طيب طيب والاخلاق اه ما بتغلبي مع المحب والنقي والاخلاق ومنحة يعني شو ما صار بينكم ما بتغلبي معه والشكل انا بحب الزلمة اللي عنده كارزمة ما بهمني التفاصيل وملامحه لا لا بحب اللي يعني بس يمرق انت مستحيل يمرق مرور الكرام شخصية شخصية وهيبة وكارزماتيك وهيك اذا بدك تقولي كمظهر خارجي تتقبلي حدا من غير جنسيتك اه صدف وارتبطي من حدا كان من غير جنسية من غير جنسية صدف يعني عندك هذا الانفتاح لباقي اه ما عندي مشكلة ثقافات مرات شو فيه ممكن ترتبطي بحدا غير عربي مش كتير بحب عشان بحس انه بحس انه فيه اشي رح يكون ناقص يعني بالكوميونيكيشن تبعنا يعني حتى لو اوكي انا بحكي انجليزي ولا هو بحكي انجليزي بس بحس مرات هيك فيه فيه اشي ما بتدري تعبري فيه الا بلغتك بس ما بعرف بحب الاجانب كمان لان بسمع برضو ما بعرف يعني اكيد التعميم انا ضده بس بفضل يكون عربي خلينا نمشي مع بعض برحلة حياتك رغب ابتسامتك الدائمة على الشاشة وبرى الشاشة إلا أنه مريتي بفترات البكاء كان عنوانك صح ليه بتبكي رهاف كتير؟ أنا أصلا من قبل كتير شخص عاطفي وكتير شخص بطعاطف فممكن أي مشهد أي مشهد وإحنا على قناة المشهد أي صورة مرات بالشارع دمعت كتير قريبة وما بحس أنه ضعف فما عندي مشكلة أبكي على التلفزيون أبكي بالسيارة أبكي بالشارع ما بحس أنه أنا ما حدا لازم يشوف دمعتي أولي بقولك أنا ببكي لحالي بغرفتي لا أنا عادي ببكي وينما كان بس مؤخرا بطلت هالأدعم ببكي لأنه شوي وفاة والدي خلتني بفترة من الفترات أكون جامدة بطلت تنزل دمعتي كتير بعده ما بحسش في شيء مستاهل أبكي عليه بتقولي أنه وفاته كسرتك كيف صرت أقوى أو أضعف أقوى أكيد صرت طلعت مني كمان هاي التجربة إيمان أنا ما كنت بعرف حاليني أنا هل أدي شخص مؤمن أنا قبلت وفاته ورضيت بي قدر رب العالمين لأنه هو هيك علمني يعني هو مرة سألته أنه أنه أنت خايف لأنه كان مريض سرطان وعارف أنه عم بيموت يعني هو أصلا بيشتغل بالصيدة لكل عمره والأدوية فهو عارف حالته أكتر منه حتى فسألته أنت خايف قال لي أبدا أنا مش خايف أنا بعرف أنه أنا رايح عند اللي أحسن منه كلنا بس أنا ما شبعت منكم وكان دايما الأدب اللي هالزلمة كان فيه مطبيعي بحياته وهو مريضه عم بتألم والوجع بسمع عن مرضى السرطان بيكون خصوصا سرطان العظم بيكونوا عم يعني بيصيروا بتطلع شخصيتهم السيئة لأنهم من كترة الوجع يحر عم بيصيروا يعصبوا ويسبوا ويعصبوا علي حواليهم بحياته مع الصب ستة شهر هو عم بتألم هو راضي وفيه مشهد ما بنسى أنا قاعدة قباله هو عم بيحتي مع دكتوره فعم بقول له دكتور هذا قبل أربع أيام من ما يتوفى كان كتير متمسك بالحياة فقال له دكتور فيه إشي ضل ينعمل نزرع نخاع شوكي قال له عاوني يا حبيبي حالتك ما بتزبط لها فرفع إيده هيك على راسه وقال له اللي من الله حيا الله وأنا كتير رح أشتق لك وراضي فطبعا بس ممتنة ممتنة إنه الله خلقني بنته وبنت ماما كمان حتى لو اللي عشته كنت بتمنى يعيش معاه أكتر كنت بتمنى هو يعيش أكتر بس مرات هم 64 سنة عاشهم وأنا عشت معاه منهم 34 سنة بيكفوا عن عمر كامل شو أكتر شي مفتقتي بوالدك؟ عبطته كنت أحس إنه وإنه سوري كنت أحس إنه الأمان بس يعبطني تحسي كل الدنيا إنه كل شي بيمشي صرت أحس صرنا إحنا الثلاثة أنا وماما وحكم نتبادل أدوار يعني فيه يوم أنا قادرة أكون قوية وأدرة أكون عوني يوم ماما قادرة تكون بابا يوم حكم قادرة يكون بابا هو ترك وراه عيلي بتحبه كتير وعيلي دايما رح تحافز علي هو كان بده إياه واللي هو ربانا عليه وترك زوجة عظيمة وأم عظيمة شو اللحظة اللي تمنيتي لو كان لسه فيها جنبك؟ كل يوم كل لحظة تمنيت لو إنه اليوم معاي شوف إنه أنا موجودة في دبي وإنتم مستضيفيني على قناة عربية محترمة كان كتير يمبسط لنجاحاتي العملية وأنا هاي بعتبرها واحدة منهم فرصة حلوة رحمة لروحه أتعلم كي شي ما في شك رهاف الحزن يعني على وفاة والدك عميق جدا ومؤلم حسيتك أنت بكيتي؟ لا ما بكيت لسه بس يعني أكيد تأثرت المفروض كان أمسك حالي صراحة يعني الحكي الحكيتي أكيد حسيت وصلني شعورك بالوجع والألم اللي عاشتي مكان قصدي أنا ما بحب يعني ما بحب حدا دايق حدا أنا جاي هيك أعطيكي طاقة إيجابية بس هذا اللي صار معلش لا بالعكس بالعكس نحنا معك هون رهاف و أدى أدى طبعا طبعا بس أنت كمان فأتي حياتك الزوجية بنفس السنة كيف واجهتي كل هالإنكسارات دفعة وحدة؟ أنا بحس أني مرات ما لحقت أحزن على الطلاق صح لأنه كنت مركزة على بابا فلهيك حسيت أنه بعد وفاته استوعبت طلاقي فكرت بطلاقي حزنت على طلاقي بوقت الطلاق يعني أنا الطلاق رسمياً صار بشهر خمسة 2021 بشهر سبعة 2021 توفى والدي فكل السنة اللي قبلها أنا كنت بس مركزة أنه بابا بابا منيح بابا بمستشفى بابا طلع من المستشفى كان منسبي لي موضوع الطلاق خلص ملف وبدو ينتهي فينتهي المهم بابا فبعدها استوعبت بس آه كسرتين اكبار لأنه بالنسبة للمرأة أنت فقدتي الفادرهود فجر الفجر الأبوي بحياتك وفقدتي الرجل اللي هو مفهوم الأمان والاستقرار والمستقبل يعني أكيد وبسمعها من كتير ناس فقدت السند فقدت السند وفقدت الأب فصعبة وهلأ مين سندك رهاف بتحسي؟ ماما وأخوي وشغلي تحسي الشغل بالإعلام ممكن يكون سند؟ طبعا الانتاجية هي السند الحقيقي مضبوط الإعلام قلاب زي ما بقلوها بس أنت أنك أنت تكون كل اللي قاعدوا على هالكرسي هيك قالوا بيقولوا بس أنا بقول فيه شغلة هو يمكن الإعلام قلاب بس محبة الناس هي الكنز الحقيقي طبعا إذا الناس بتحبك بس القلوب بتتقلب الناس اليوم بتحبك يمكن بكرة بتقلب عليك ما صار هالشي كتير مع ناس مشاهير من قبل؟ طبعا طبعا صح وصار معنا إحنا يعني بالأردن طبعا بس أنا اللي بقوله أنه سندك الحقيقي وصار معك أنت شخصية أكيد ورح نحكي فيها كتير بس هو العمل طبعا سند لأنه أنت أقولك شغلة اليوم أنا وياكي أنت ما عم بتدوري على رجل يسفرك ويطلعك ويصرف عليكي ويلبسك أنت عم بتدوري على شريك حياة مشكلة النساء الغير عاملات والغير منتجات أنه هي بتدور صاري على المصطلح هو مش أي تأم مش الرجل بيحقق لك كل أحلامك ليه ما أنت تكوني حتى هو نظري تلعي لك الرجل اليوم بالألفين وعشرين هو كمان بده شريكة بده مخ ما بده كلان؟ لا مش كلهم لا في منهم بدهم آه ماشي تاني مزبوط بس إذا أنت يست امرأة زكية شاطرة ومستقلة ماديا أكيد الرجل اللي رح يكون معك رح يكون المفروض أنه يكون فخور فيك مش بده يستغلك ولا بده يطلعك تافك ولا بده يحجمك لأنه بيغار من شهرتك ونجاحك صعبة هي مش سهلة يعني الله يعينهم هو ارتباط المرأة الناجحة أكيد أصعب ما هيك؟ آه طبعا الرجل لما بده يرتبط بأمرأة ناجحة بأي مجال من المجالات بده يكون هو بده رجل متوازن نفسيا بشكل كبير لا يقدر طبعا متوازن متصالح مع نفسه وواثق من نفسه ناجح أيضا لازم يكون ناجح لأنه ما مش رح يقدر ما بيزبط تكون أنت شخص نص نص ومعك صاروخ طاير فطبعا بده يكون هو ناجح وهو واثق من نفسه وفخور بنجاح شريكته بدنا ناخد القهوة ولا شاي شو طلبت؟ قهوة أنا طلبت بريك قهوة هلا مش بريك يعني هو بس كرمال نصحصح هيك ونرجع نقلع بالحديث كله نفس الإشي زي الديكور كمعا نعقبك إحنا برضو نعقبك إحنا برضو طبعا بدنا نصحصح صحصح طبعا صحصح برنامجك صح حبيبنا برنامجنا أنا ونادية صحصحتي؟ صحصحت ورجعنا هيك فرش فرش وطاقة مية مليون إيجابية ونركب سوا عربة الزمن ونرجع لرهف الطفلة أوكي كيف كانت رهف وهي طفلة؟ رهف كانت وهي طفلة أول إشي لسنتين وسبعة الشهر ما حكت ولا كلمة ولا كلمة لدرجة أنه ماما وجدي وفعدها ما شاء الله ما عاد سكتت هم هيك بيقولوا راديو انفتح من وقت ما حكت ما سكتت مية بالمية وجدي كان يا حرام خايف أكون أنه خرصة أو عندي مشاكل بالنطق بعدين بس بديت أحكي عن جد من يومها لهلأ على نفس واحد كنت كتير مؤدبة ما بقول لأ لماما بنت مؤدبة باكل بالوقت بنام بالوقت هادية بسلي حالي بحالي ما بحتاج كتير خلينا نقول ترفيه وتسليه وكنت مزيعة منو أنا صغيرة دايما أي فرشاية شاعر دايما لابسة أواعي ماما بعمل ستايلينج بلبس الكندرة عرفتين بكون رجلك هالقدة والكندرة هالقدة ودايما عاملة مزيعة وبزنس وومن يعني طفولة كتير بتشبه اللي أنا وصلت له ما ما كنت أحب ألعاب ألعاب وباربي وكنت أموت إذا ماما بتقولي مثلا بدنا نروح عند ناس قلها بليز ما تقعديني مع ابنهم ولا ابنتهم ما بدي بدي أقعد معاكم بضل قعدة معاكم هذا اللي بتذكره كريم على هيك بتعتبر حالك أنه ظلمت طفولتك يعني يمكن يمكن كان ما بقولي نظلمت لأ أنا طفولش طفولتك مني طفولتي كتير كانت مليانة حب واهتمام مش بس من أمي وأبوي كمان من العيلة الممتدة كنت أول حفيدة بعيلة أبوي فكان بدل التيتا ثلاثة وبدل العمة خمسة وكل التركيز عرهف 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 بس أنا ميولي ما كانت مثل الأطفال يمكن ما بعرف كيف كنت بطلع لو أني قعدت ولعبت ألعاب وكذا بس بعتبر أنه حتى طريقة نشأتي لأنه مثلا أمي وأبوي لما أنا جيت ما كان عندهم مساعدة وقيت أخوي كان فيه هلبر بالبيت فحكم عاش طفولة نوعا ما مستقرة بمعنى أنا كان إذا فيه واحد مثلا مات من قريبنا لازم ياخدوني معهم بالليل فأنا متعودة على العزة وعلى العرس وعلى الحفلة أنا دائما معهم كنت فهذا الأشي كمان بعتبره ساعدني بشغلي اليوم ساعد سقل شخصيتي أنا ما كنتش من الأطفال الانطوائيين ولا ما بيشوفش حدا عشان هيك مثلا وين ما تحطيني بعرف أحكي بقعد بفتح موضوع فبعتبر أنه هذا كان يمكن إضافة لشخصيتي بتقولي أنك كنت طفلة هادية أمت صرتي هاي الصبية المجنونة؟ جديد والله جديد بس؟ أه حتى بالجامعة يعني مش هادية بمعنى أنه خجولة وما بحكي لا أنه دائما هيك شخصيتي بس ما كنت أظن مدركة أنه أني مش سهلة جديدة عرفت أنه أفكاري مخي كيف بيركب كيف بتصرف كيف بخبي كيف مشاعر معينة كيف بطلع مشاعر معينة ما تخافي هاي بعد الثلاثين هاي بعد الثلاثين شكله هيك مظبوط هو هاي طبعا أنا ما بعرف آه أنت ما متع انتي لسة طمانتاعش قدي بدك واحد وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين حلوين مية بالمية آه صح معاكي حق صح برافو بعد الثلاثين كنتي طالبة بس مشتهدة رهف كتير جبتي امكان خمسة وتسعين بالمية وكنت علمي ستريت اي ستودنت بالمدرسة عدلت كلمة لهيك أخدتي لقب دكتورة دكتورة رهف دكتورة رهف كنت كتير شاطرة بالمدرسة بس ليه ما صرتي عن جد دكتورة رهف ليه فضلتي الاعلام على الطب وهو حلم كل طلاب العلمي يعني انتي بتعرف او لأغلب انتي بتعرفي ايش صار لما رحت على الجامعة زي ما قلت لك انا ستريت اي ستودنت حتى المفروض يعني يكون مية من مية بس هم عادلوا على التوجيه لانه كنت بدرس اي جي سي أسي النظام البريطاني فعادلوا لي يا علمي خمسة وتسعين ولا هو لو ان مية من مية ولا بي كله ايه انا معي ما شاء الله آه ما شاء الله نابغة طبعا لما رحت على الجامعة انا درست بالجامعة الامريكية بالقاهرة بتذكرها ما بنساها المرشدة او الادفايزر بيسموهم اللي هي بتساعدك تختاري التخصص طبعا انا جاي مخصوص انا عارفة اني بدي ادرس صحافة وإعلام تخصص راديو وتلفزيون فهي بتقول لبابا الله يرحمه بتقول له يا فندم يا فندم حرام حرام المعدل ده انه دي تدخل انجينيرينج تدخل طب قالها هي بيحابل صحافة وإعلام قالت له طيب ما يحيا الفخراني دكتور وبيمثل قلت لها انتي شو بدك فيه انا حابة ادرس واشتغل بهذا الشغل فما بعرف بتحسي انك اخدت القرار الصح بهذاك الوقت طبعا ولا لانه كنتي لسه شوي طايشة مراهقة لا لا انا ما كنت ما كنتي فيك عن جل تدرسي شي تاني وبعدين تدخل اعلام ممكن بس اظن انه دراستي للاعلام وانا بعرف طبعا من الاعلام لا لا اعلم مش سهل ابدا كدراسة كدراسة وانا هيك كانوا يقولوا لي يعني حتى ال اهلك ما قالوا لك شي لا بالعكس شجعوك شجعوني طبعا وبالعكس يعني دايما بيقولوا انه هذا احلى استثمار هم استثمروا انتي درستي بالجامعة بالقاهرة بالقاهرة عادة اغتراب البنت بيكون بنظر البعض انه فرصة لانه يطلعوا عن العادات والتقاليد ويتحرروا منها او في منهم بيروحوا اكستريم وبيتمسكوا كتير فيها انتي شو كنتي انا كنت رهف الانسانة اللي بعملوا بوجه اهلي بعملوا بالقاهرة وكنت كتير حريصة كمان انه لانه زي ما قلتي فيه بنات بيكونوا مضوطين ببيتهم فهي بتطلع كأنه يعني هجين ويعب سلتين فانا كنت كمان to make sure انه كل مرة بيجوا فيها اهلي سواء ماما او بابا عندي على القاهرة يطلعوا مع اصحاب المصريين عشان يشوفوا انه انا ما بعمل اشي اللي بعملوا معاكم انا بعملوا مع اهلي المطعم اللي منروح عليه انا بجيب امي وابوي عليه فحبيت اعمل هذا الاشي لانه الناس انتي انتي انا اليوم رهف صوالحة بنت اردنية عمرها 17 سنة بعمانوا بالاردن هم بيعرفوا هاي العيلة بيعرفوا بنت مين بيعرفوا رحتي عمصر لا الناس ما بتعرفك ما بتعرف انتي مربية مش مربية مقدبة مش مقدبة منيحة مش منيحة فبحب تجربة الجامعة وبعشق القاهرة انه رهف لحالها شخص محبوب شخص عمل صدقات شخص ناجح لانه كمان تخرجت كنت قولت الجامعة ما يحطيها عندك هيك فكرتي تشتغلي بالقاهرة بمصر بعد التخرج بعد التخرج اجتني فرصة بس للأسأ في هذا بيرفض فرصة يعني يكون مذيع على قناة مصرية فعملي هو حلم لكسير كمان دايما هيك كانت اخترت عيلتي اخترت انه ارجع عندي ماما وبابا لانه كان اخوي كمان رح يروح يتغرب فما حبيت انه قلت معقولها دول ناس بيخلفوا بيربوا بيتعبوا علينا عشان نتركهم فا بس ما بنندمي لا بالمعكس بل بتاع تبريه يمكن كنتي دخلتي لمجالات اوسع او صورتي عربيا معروفة اكتر بعمر اصغر اصغر لا انا راضي هلأ كتير مبسوطة وشوفي انا بعتبر شغلة احنا عم تكوني صريحة ولا مثالية مليون بالمية عم تكون صريحة هلأ بقولك كيف انا بحس انه انتي ربنا لما خلقك خلق هاي الدائرة اوكي هلأ انتي يعني بتختاري يمين او شمال او فوق او تحت بسوى اللي اليك موجود كيف ديك توصليله هذا خيارك فعشان هيك ما بقول ييه يا ريتني اخدت هذا ولا ييه لو عملت هيك طيب بعد مصر رجعتي على اردن مزبوط رحلتك للراديو بلشت بواسطة اوكي زبك تعتبرها والد صديقتك كلم عشانك اوكي هاي بالمصطلح العامي بيعتبروا وواسطة اوكي بس وما كلمه بس ما هو ما حكى قال له شغلها قال له انا بعرف صبية شاطرة متخرجها هلا منرجع على الامريكية بالقاهرة كذا كذا بعرفها منو هي بيبي بتحب تصير مزيعة هذه ما قال له لازم يوظفني ههو يمكن احس انه لازم يوظفك لا لا مش هيكل بس شوفي حتا برضه لو بدي أمشي معك هيك انا دائما بقول هاي الشغلة بالشغل عنا بissنة اللي انا اشتغلت فيها هيك بقوله هيك بقوله بießنة اللي انا اعملت بنا ايا رأي اا اا بس انا ببدي أقول لا شيء انا بس اريد Become Iwlett انا بلسنة اللي اشتغلت فيها براديو رطانا ولا واحدة منهم كاميرات أكثر من سبعة شهر ليه؟ لأنه أنا كنت عندي انضباط عندي مسئولية ملتزمة مش كل يوم بدي أسافر ولا اليوم بطني بوجعني ولا اليوم ما بقدر واليوم بقدر أنا كنت لو إيش ما بده يصير الهوى هوى فمظبوط يمكن تكون واسطة بس أنا أخدت الفرصة بكل الجدية الممكنة وأنا عمري 21 سنة ونص يعني اللي قدي كانوا لسا مش بخلصين جامعة أصلا ولا بدوا يحطوا هدف واضح أمامهم خلينا نحكي عن تجربتك مع نادية الزعبي هالعلاقة الغريبة حيّرت شوي الناس أنه يكونوا مذيعتين مع بعضهم وكل هالسنوات ولساتهم مع بعض شو سر هالخلطة حتى صدقتكم مع بعض حكي لي هيك شوي عن هالعلاقة شوفي مرنامج واحد يعني انتوا مع بعض وما فكرتوا حتى تنفصلوا من أحلى الأشياء اللي صارت بحياتي انتعرفت على نادية الزعبي علاقة كثير حلوة علاقة كثير دافية علاقة كثير فيها كامستري منفهم بعض من تكاملية ولا تنافسية تكاملية بس لا شك فيها تنافس طبعا أنا ونادي أمن تنافس لليوم بمبسط من قلبي لنجاحها بس كمان بيستفزني نجاحها وهي بيستفزها اعتراف خطير ايه؟ اعتراف خطير اه طبعا لازم احنا تنتمي نشتغل بنفس المية انا بمبسط لما هي مثلا تعمل إنجاز بس بتطلع علي هي مبسوطة انك اليوم هون هي مبسوطة اني أنا اليوم هون يس وهي راح اشوفها بس اخلص اكيد مبسوطة وانا مبسوطة لكل نجاحاتها شوفي موضوع انه انتي في فرق بين التغاري وبين ما تتنافسي منافسة شريفة يعني اليوم كيف الشخص بيقدر يفصل يعني كيف يكونوا تقولوا تنافسوا بس اصدقاء الاصدقاء لازم يكون قلبهم صافي تماما تجاه بعضا اقول لي كيف الغيرة او الفرق بين التنافس والغيرة لما انا بقدر اقزيكي بس ما اقزيكي بقدر اخد فرصتك بس ما اخد فرصتك هذا التنافس الشريف الغيرة انه انا يعني اكيد يعني اش بيقولوها اصنع مشاكل او احاول اقزيكي او احاول اخد فرصتك او احاول يعني انا ونادية لا انا ونادية منبسط لنجاح بعض نستفز من نجاح بعض للأفضل انتوا من البداية يعني اذا ما بدنا نحكي مثاليات كتير من الاول كنتوا تحبوا بعض لا طبعا ما كنا نعرف بعض احنا عرفنا بعض براديو رطانا طيب الناس فكرنا يا صحبات لما بيصير خلافات كيف كنتوا تحلوها مين بيعمل خلافات اكتر دايما ونادية ما بتفهم ما كانت تفهملي انه انا زي ما قلتلك على العلاقات العاطفية بزعل وما بحكي بظل براكم براكم فنادية علمتني شغلي قلتلي لما تزعل مني تعيي قريلي انا مو امك ولا ابوك فانا ما بفهمك من نظرة عينك ولا بفهم انه انتي شو حسيتي وما بعرفك منيح لما تدعي قريلي نادية عملتي وان تو ثري انا رح اقولك انه كنت قاصدة او عملت هيك عشان هيك او انا والله مش قصدي وانت زعلتي لحالك فهاي المعادلة حلت المشاكل لانه نادية كانت بالنسبة لها انه هي مش فهمة طب هاي من ايش زعلت انا ما عملت اشي انا ما حكيت اشي وهلا الحمد لله طب ولا حتى غيرة يعني النساء لا غيرة ابدا ابدا لا 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 ممكن يكون فيه بقولك منافسة عملية بس غيرة نساء انا نادية ابدا ابدا مين بيقبض بالاعلان اكتر بالاعلان نادية هالشي ما بيسبب لك شوي حساسية لا لانه هي عندها اسم الله كتير فولوورز لسا اكتر مني ان سوشال ميديا وهي بنت كتير تشتغل ع حالها وبتتعب ع حالها فلا ما بيزعجني وانا انا دايما اقولك شغلي مع نادية نادية طبعا موضوع اخر بس حتى مع باقي الزملاء والزاملات بالاعلان بالاردن وبره انا كتير بحب اتطلع على رهف وين كانت السنة الماضية ورهف ايش صار معها السنة الجاي ما بيطلع علي حولي ما بيطلعني حالك فيها بيطلعني حالك بنفسك بنفسك مية بالمية ونادية بقولك من الاشخاص اللي نادية في شي مرة قلتي خلاص انا لازم اطلع اعمل شو لحالي داخلي انا ونادية دايما احنا بنعمل يعني صح صح وثابت كبرنامج صباحي بس احنا التنتين بنعمل برامج موسمية على عمان تيفي وطبعا مرت ما فكتت انهو هالشراكة التاريخية لا لا ما بتعرفي انا جاي اهدي نفوس اه طبعا ما مزموط مزموط لا بالعكس لا انا بحبك في لنادية طبعا ورجلها تحية اكيد اكيد وهي بتحبك لا شوفي هاي الشراكة انسيلي الشغل هاي صارت شراكة روحانية يعني الله لا يحرمنا من بعض احنا انا مرات بداوم عشان بدي اشوف نادية مش عشان انا بدي اطلع على الهوى ونفس الاشي هي مرات بديجي بتقول لي اسمعي انا اليوم اجيت ما كنت قادرة اجيك كتير تعبانة بس اجيت لانه بدي اشوفك ما بتزهقوا من بعض طيب لا لو تشوفينا منكون الصبح من العشرة الى الاثناش بالفواصل مننزل تحت وانتو التنتين بتحبوا اه بعدين احنا نفس البرج وعكس عكاس يعني هي 18-9 انا 21-9 عذراء التنتين منجتمع بالجوهر يعني احنا مبادئنا واحدة ضميرنا واحد احنا التنتين الاشياء اللي ما منقبلها زي بعض ولي منقبله زي بعض يعني كتير مبادئنا واخلاقنا زي بعض بس تفاصيل يعني عكس عكاس بس منكمل بعض على الهوى وهذا ايثنك هاي هي السر لو التنتين زي بعض لو التنتين رهف او تنتين نادية ما كان نجح هذا النجاح هالبرنامج الصباح البسيط يعني لو كل واحدة فيكن هلأ لحالة ببرنامج بتحسي انه ما رح تحققو نفس النجاح لا انجحنا انجحنا كبرامج منفصلة بس ليه ما استمرتي بالبرنامج مستمر نوستالجيا هلأ في موسم جديد اه رح تعملي موسم جديد لحالك لحالي اه ألف مبرو تانكيو تستاهل تانكيو كتير كان المفروض يطلع بس اخر بسبب الظروف السياسية رغم كل هالنجاح اللي واجهتو رغم هالكيمستري العالية واجهتو كمان انتقادات طالتكن بكتير مطارح منا تهمي بالتنمر و مريتو بأزمة كبيرة شوي صح تحولت لقضية شو صار بصراحة شوفي غلطتو شي غلطنا غلطنا واعتذرنا يعني اكيد شوفي هلأ غلطنا واعتذرنا وانظلمنا من نفس الوقت لانه الفيديو الاعتذار انقبل بوقتها لا بوقتها لا يمكن انقبل من قبل من بعض الناس نسبة قليلة عزرتنا وعطتنا شو بقلوها البنفت اف داوت يعني هيك سامحونا ضمنيا او احكوا حرام وهم عفويين مش قصدهم بس اهاي كانت نسبة قليلة كتير اللي انا زعلني انه تم اشتزاء او اش بقلوها يعني أصل اخدوا مقطع وراح ترد يعني مش هذا هو اللي صار احنا ما كان هيك قصدنا احنا هيك منحكي شو فيه هو الفرق انه احنا كنا عالراديو قبل فعالراديو والناس عرفتنا وتعودوا علينا انه احنا قراب منهم منحكي معهم ومنضحك ومنمزح مع بعض اللي هو ما يسمى الآن بالتنمر كان زمان اسمه دمه خفيف يعني اي يعني فيمتي جو قصدي فنمزح معهم وهم بقبلوا مزحنا وهم يعني ما في علاقة رسمية بيننا وبين المستمع لما طلعنا على التلفزيون ومع السوشال ميديا وفي ناس استادت بالمي الأكري حسيتي بلحظة انه نادية ورطتك بهذه القضية؟ لا وبعد هاي القضية انا وناديا توطدت علاقتنا بطريقة كتير اكبر لانه احنا التنتين عرفنا انا منحب بعد كتير بالمشكلة انت الحب يقاس والصداقة تقاس بالمحن البعض راحن على نهايتكن الالامية بعد هالأزمة صح كيف تخطيتوها؟ كانت صعبة ما كانتش سهلة يعني اختت وقت وجهد وخوف و بس كبرتنا يعني احنا نضجنا بعد هاي المشكلة لانه و بنفس الوقت للأسف بيقولوا دايما there's no bad publicity بعد سنة ما في واحد بالاردن كان ما بيعرفه جهنا انا وناديا ف يعني انتسى الموضوع وضلت الشهرة تعتبري انه حتى لما بيصير مشكلة نوعا ما بس انا بحب انا ما كنت بحب انه ما بتحس انه ناس صارت تتعمد هذا شيء انا ما بحب هذا لحتى تتحقق الشهرة صراحة تثيري الجدل وتوجعي راسك وينحك عنك كم مروا وقفتي بالمحكمة بسبب لقاء؟ كم مروا وقفت بالمحكمة بسبب؟ لقاء يعني بسبب شيء كان على الهوى مقابلة؟ مرتين مرتين؟ المرة تانية كان فيه متعاهد حفلات قرأنا على الهوى من موقع انه يعني الناس اشترت تذاكر وما ايجوا لضلوف للفنانين كتير كان موقف محرج لانه بالمحكمة بيفرغوا كلامنا انه نهدية فلو تشوفي القاضي وهو بيقرأ بيقرأ رهب شو قالت ونهدية شو قالت وانا بدي الارض تنشأه وتبلعني انه شعوري انه احكموا علي اعملوا اي شيء بتكم ياه بس ما تعيد لانه ما ايجت وراحت هديك وكذا هو عم بيحكي وانا ونهدية شو قالت يا الله يا ارض انشأي وبلعنينا بس هاي اطعت عخير لانه كان فيها ظلم يعني نحلت عشائريا بوقتها كان فيه حدام لا 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 كيف نحلت ما نحلت عشائريا هاي نحلت وقتها لانه احنا هو الزلمين متعاهد الحفلة عم بيحكي انه احنا اثرنا على نجاح حفلته حفلته كانت يوم الجمعة احنا الاحد كنا على الهوى احنا اثرنا عبيع التذاكر لانه احنا حكينا بعد الحفلة فهون كانت يعني نقطة المحامي وانا وقت يقول شلو هاي انه اتغششت اياها قلت له كيف يعني احنا اثرنا عبيع التذاكر وازيناها ماديا وهي خلصت القصة وهي خلصت القصة يوم الجمعة خالصة بايع هو للاحد احنا حكينا تهم كمان برنامجهم انه صار فيه متل كترة اعلانات هذا اثر على المضمون نوعا ما طبعا كيف حاولتوا تعالجوها المشكلة منحاول نعالج المشكلة انه دائما المساحة اللي عنا لكلامنا تكون غنية جدا بس احنا بالنهاية منشتغل بقناة خاصة والقناة الخاصة معظم القانوات الخاصة بتعتمد على الاعلانات وكمان المعلنين كتير بيستفيدوا الناس بتصدقنا والناس بتحب اللي احنا منشتري او اللي احنا منعمل اذا انهم عن product معين عن service معينة بيصدقونا فبطل كنا زمان كتير نزعل ونطلع وما بدنا وكذا وكذا هلأ شوي انوي بطلنا نجادل يعني مساحتنا موجودة اللي بدنا نحكي والاعلانات اعلانات رفعنا الراهية عندكم مصداقية عنا مصداقية احنا في اشياء منقول انا مثلا لا انا هذا ما بدي احكي عنه او انا هذا الاشي ما مش شايفته القناة بتسمع اه بتسمع رهف كتير ما بيعرفوا انك خط تجربة التمثيل صح بس احنا عرفنا انتو عرفتم شاطرين انتو ليش ما كررتي التجربة ما يجاني اشي تاني صراحة ياريت بحب كتير امثل بس الفنان الكبير نبيل صوالحة عمك ابن عم بابا ايش هو ما حول يساعدك بالموضوع لا حبيبي عم نبيل هو اكتشلي هو رجع حكاني السنة اللي بعدها نعمل رمضان قلت له انا هاي السنة خلاص ما بدي اركز على الاعلام كنت حاسة انه التجربة كانت طويلة ومتعبة وحسيت بوقتها انه انا خلاص كتفق يعني ما بدي بوقتها بس هلا بحب انا بحب التمثيل كتير وبحس هل في حالك ومثلة شاطرة لا ما اظن انا كنتش يبين علي يعني انا الناس يعني انتي كمان قعدتين معي بتصير قارقتيني تماما بتعرف امتا بحزن امتا بزعلو امتا كذا فأظن اني مش هو مصر ايش ما في داعي العتين حفصتيني لهاي هاي بالزوم ميتينجو اليوم خلاص حفصتيني اه فبحس التمثيل لا بده بده سكلز مختلفة بس كان التجربة كتير حلو المسرح رائع والوضع المادي شو اخباره الحمد لله بعد رحلة عمل طويلة كيفينا نوصف اليوم الحساب البنكي تبع رهاف بعيشك عيشك كيف ما بدنا نعرف القرقام نحنا نحنا ناس نحترم الخصوصية نحترم الخصوصية الحمد لله بعيشني عيشة كتير حلوة وعيشة انا بحب الرفاهية انا بحب كل اشي بحب 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 اسافر صح وآكل صح وقلب الصح وبحب كل الاشياء اللي يعني ما ممكن تقبلي برجل فقير بتحبيه وبيحبك لا اقولك عشان اكون عن جد صادقة وصريحة مش عشان انا بدي استفيد من مصري بس المعادلة ما بتزبط يعني بل كي حبيتي اذا حبيته اذا حبيته كان هو يعني ما هو يعني ايش يعني فقير انتي يقولي لي شو اصدق بفقير وظف ما هو فقير يعني بس موظف انه على قده كتير يعني ما فيه يصرف على البيت ما رح يسفرك بزنس كلاس و يعني شوفي اقولك شو ولا فايف ستارز هوتلز ولا سيارة ففلين اقولك اشي بصراحة العلاقة ما رح تزبط مش عشان العنصر المادي زي ما كنت عم بحكي لك قبل احنا منقدر نعمل كل اشي لازم يكون فيه تكافؤ يعني لازم يكون فيه تكافؤ زي ما تقولي باي فرق زي ما تقولي فرق علمي فرق ثقافي فرق اجتماعي الزواج بحد ذاته قصة يعني فتفتي بمشكلة تفتي بخلل كتبير هلأ كنا عم نحكي نبدي يكون متصالح مع نفسه ما بتدعمي ما بتوقفي جنبه لا بدعمه اكيد واقف جنبه ما بتفتحي له مشروع انتي برأيك اذا الست عملت هيك حتظل تشوفه نا انا بدي رأيك انتي انا رأيي هذا انا بالنسبة لي الادوار بين الرجل والمرأة لازم تكون لازم تكون واضحة انا مش عفكرة انا مش مع المساواة زلمي زلمي والست ست الرجل هو المعيل انا مظبوط بعمل مصاري وراتبي وبقدر اصرف عن البيت بقدر البنات كل الوقت على الشاشة وانتي مالك مع المساواة مين قال احنا ربنا خلقنا غير عن بعد هاي المساواة بقصة هادول الناس اللي بتقعد تحكي مساواة بالحقوق مساواة بالحقوق انه انتي طبعا كشغل وكدور اجتماعي وحتى حقوق سياسية ببلدك طبعا انا مع بس انا مش مع انه انتي تقولي انه انا والزلمي او الست تقول انه انا والزلمي زي بعض ما في فاتورة 50 يعني لا ما بحب ما بحب هذا الكلام حتى لو كان وضعك أحسن من وضعك انا ما عندي مشكلة وبعزمه وبشترله اللي بده اياه بس هل هاي العلاقة رح تنجح هل انا رح اضل شايفتك رح اشوفك رجالي ولا رح سير رح نعمل خلل انا شايف نماذج كتير انا ما عمره صارت ماي بس انا شوفت كتير نماذج لستات كانوا هم الاعلى دخلا بالبيت كانوا هم اللي نوعا ما المعيلين للأسرة كانوا هم اللي بيختاروا مثلا وين بدهم يسافروا بأي مدرسة انه نحط لولاد وا 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 فشل الزواج لانه الرجل عشان تكتمل العلاقة لازم انتي تظلك حاسة انه هو امانك وسندك وعن جد يعني ابدا ما تفهميني بطريقة مادية بس انا بحس انه هاده بعمل خلل على سيرة الزواج طيب والدتك ما بتضغط عليكي ابدا لا ابدا امي دايما بظلها تقول لي عيشي الحياة بملئها وعيشي مبسوطة واذا مكتبلك زواج وولاد نصيبك رح يوصلك ابدا عقليتها مش كتير عربية امي امي تفكر زي الاجانب اصلا وهيك متحررة جدا بافكارها واليوم بعد نجاحك الكبير حققتي بالاردن عندك مخطط انه تنتشري عربيا اكتر طبعا انتي صرتي معروفة حتى عربيا بس انه ممكن تطلع الى مكان تاني كرمال تعرفي انا شو اللي بحبه احلامك الكبيرة تعرفي انا اشو اللي بحبه اللي هلا بدنا نعرف شو هي انا بحب اتعلم بحب اتعلم يعني انا اليوم مثلا جاي عندكم بحب اشوف اشياء جديدة بحب اشوف مثلا مستوى عالي من الاحترافية مش عشان الانتشار بمعنى الانتشار لانه زي ما كنا عم نحكي اليوم انتي بتعملي فيديو واحد وانتي قاعدة بغرفة نومك ممكن تكوني ترند بكل الوطن العربي بس انا بحب اتعلم وحسة انه يعني اجا الوقت اشوف اشياء جديدة اشوف خلينا نقول مستوى فني مختلف جديد التغيير بيعلم فانا مبسوطة بالمكان اللي انا فيه كتير بالاردن بس انه اذا بتجيني فرصة برا الاردن ما عندي مشكلة بس صار يعني بدها تكون فرصة مدروسة لانه زي ما بتعرفي وفيك تعيش برا الاردن عملناها قبل رح تكون صعبة هالمرة تطلعة بس بس منعملها يعني اذا شغل وانا بتحمس عليه ومبسوطة ورح يحقق شغلك فيه شي يلوح بالأفق لا بس عندي احساس عندك احساس تمشي دايما ورا احساسك دايما وهو ما بدي اسميه احساس انا بسميه صوت ربنا في عقل وفي قلب وفي صوت هذا الصوت انا بينقزني بينجدني بيدلني وبس احس صوتي او مش سمعتمني بعرف اني انا بالمكان الغلط او بالعلاقة الغلط او بال شو عم بيقلك هالصوت هلأ عم بيقلي هالصوت انه هالسنة رح يصير في معاك تغيير كبير اول مرة بيقلك هيك شو هي اكبر مخاوف رهاف بخاف تنهيدي هاي بتش سهل بخاف تموت ماما وانا مش ام رهاف انتي شخص كتير مني ونحنا كتير استمتعنا معك بالحلقة وعن جد حاسي انه لازمنا بارتو والوقت سرقنا تنكيو كتير هيبة كتير بدي اشكرك على حضورك روحك خفيفة وللأسف خلصت الحلقة اليوم ما حسيت بالوقت معاك يا عن جد هيبة وحسيت انه كنا عم نحكي زيك انه لا في كاميرات فعلا نسيت المايك نسيت تنكيو سوموت شكرا على هاللقاء الحلو وان شاء الله نكون هيك ضيوف خفاف على كل مشاهدين قناة المشهد